موسيقى القوات العراقية تسيطر على قضاء القائم بالكامل وافراد داعش يفرون الى البكمال موسيقى مركز للصم والبكم في سوريا يعيد الامل لعشرات الاطفال موسيقى وايفون اكس يغزو الاسواق العالمية ومبيعاته قد تحقق لأبل تريليون دولار موسيقى اصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان نبدأها من الشأن السورية اذا فاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان مسلحين تابعين لداعش عبروا الى منطقة البكمال الحدودية مع العراق بعد انسحاب التنظيم من منطقة القائم ونقل عن مصادر وصفها بالموثوقة ان المسلحين عبروا على متن اليات وعربات وصلت الى مناطق احتلال التنظيم في سوريا والتي اصبحت محصورة في الريف الشرقي لدير الزور فقط تأتي تلك التطورات بعد اعلان الجيش العراقي تحرير قضاء القائم وفرض سيطرته على منفذ مدينة القائم الحدودي مع سوريا التفاصيل في التقرير التالي في احدث هجوم لها ضمن معاركها التي تخوضها لتحرير كامل الاراضي العراقية من مسلحي تنظيم داعش استعادت القوات العراقية السيطرة على مركز قضاء القائم في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار حيث خاضت معارك لاخراج مسلحي تنظيم من اخر معاقله في البلاد ورفعت العلم العراقية فوق مبنى المجلس المحلي فيما لا تزال القوات العراقية تتقدم في اطراف القضاء والنواحي التابعة له وقال قائد عمليات استعادة غرب الانبار الفريق الركن عبدالامير رشيد يارلا في بيان له ان القوات العراقية المشاركة في العملية العسكرية لتطهير المناطق الغربية من تنظيم داعش تمكنت من استعادة مركز قضاء القائم بشكل كامل وذكر مصدر امني ان قوة من الجيش استعادت محطة قطار القائم الدولي بين العراق وسوريا بعد ان قتلت مسلحي داعش الذين كانوا يتحصنون داخله وبحسب قيادة العمليات المشتركة فان قطعات قيادة عمليات الجزيرة فرضت السيطرة الكاملة على منفذ حصيب الحدودي في القائم الذي يتصل بمدينة البوكمال من الجهة السورية واعلن الناطق باسم القوات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول ان القوات العراقية سيطرت على مناطق الكرابلة وحصيباف وهي تقع ضمن مركز القائم ونجحت قوة من جهاز مكافحة الارهاب في استعادة منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا وبحسب مصدر امني فان قوة من الجهاز تسللت اليه وقتلت جميع مسلحي داعش المتواجدين هناك وبحسب الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله فان القوات العراقية شرعت في اقتحام ثلاث مناطق في قضاء القائم وفتحت ممرات امنة لخروج المدنيين من مناطق غرب الانبار التي تشهد المرحلة الثانية من عمليات الاستعادة الى مصر حيث تبنت جماعة ارهابية غير معروفة هجوم الواحات الذي ادى الى قتل ستة عشر شرطية مصريا في العشرين من شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي في بيان تنقلته شبكات التواصل الاجتماعي المتشددة واعلن البيان الصادر عن جماعة تطلق على نفسها اسم انصار الاسلام قتل احد قادتها في ضربات شنها الجيش المصري في اعقاب الهجوم اعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان مقاتلات امريكية تنشن ضربتين في الصومال ضد تنظيم داعش ما اسفر عن قتل افراد من التنظيم وقال انتوني فالفو المتحدث باسم القيادة الامريكية لافريقيا ان الضربات هي الاولى ضد المتشددين في الصومال حيث سمح الرئيس دونالد ترامب للبنتاجون بشن عمليات لمكافحة الارهابيين جوا او برا لدعم الحكومة الصومال قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تنظيم داعش الذي تبنى الهجوم الارهابي الاخير في نيويورك سيدفع ثمنا باهظا لكل هجوم يشنه على بلاده وضاف ان القوات المسلحة وجهت الى داعش ضربة اقوى بكثير على مدى اليومين الاخيرين ضبطت الشرطة الايطالية نحو 24 مليون حبة من عقار ترامدول المخدر كان من المفترض ان تباع في ليبيا وسوريا والعراق لتغطية نفقات تنظيم داعش وبحسب السلطات الايطالية فان الشحنة المضبوطة تبلغ قيمتها نحو 50 مليون يورو ما تزال وثائق اسامة بن لادن تتكشف يوما بعد يوم بعد ان اتاحت وكالة الاستخبارات الامريكية للعالم الاطلاع على الالاف منها اثوالت ردود الافعال بشأن تلك الوثائق والتي كان ابرزها دعوة وزير الدولة الاماراتي لشؤون الخارجية الدكتور انور جرغاش الى قراءة اوراق اسامة بن لادن للاستفادة منها في الاحاطة بشكل اكبر بدور قطر في نشف الالهاب والفوضى وقال جرغاش ان اوراق اسامة بن لادن بخط يده تؤكد كثيرا من الافتراضات فهو يدعم الجزيرة في تبني الثورات ويعول على القراضاوي في ليبيا ويريد الفوضى للبحرين لقد كشفنا في تقرير سابق علاقة القاعدة في ايران واليوم نتوقف مع الزميل زكريا نعساني لاستعراض ابرز الوثائق التي جعلت الكشف عن ملفات بن لادن السرية الى العلن امرا في غاية الاهمية نتابع علاقة اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بايران هذا ما كشفه جزء من وثائق الدفعة الرابعة من كنز معلومات تنظيم القاعدة والذي نشرته وكالة الاستخبارات الامريكية بهدف فهم اوسع عن حياة بن لادن وفكر تنظيمه ولكن هناك ايضا الاف الملفات التي تكشف المزيد من تنظيم القاعدة وتعطي فهما اوضح لفكره وطريقة عمله والتي سنكشفها اليوم في هذا الجزء من تقرير وثائق اسامة بن لادن السرية البداية من سيرة بن لادن الشخصية فقد تم الكشف عن كتاب مؤلف من 228 صفحة مكتوب بخط يد اسامة بن لادن ويحتوي دفتر الملاحظات هذا على الرؤية الخاصة لزعيم تنظيم القاعدة بالنسبة للعالم ومكان التنظيم فيه وفي الكتاب ايضا بعض الصفحات التي تحتوي على افكار بن لادن بشأن الربيع العربي الذي يريد بن لادن ورجاله الاستفادة منه الى جانب كل تلك النقاط المهمة الا انه تبدو قضية علاقة بن لادن بفروع التنظيم امرا غاية في الاهمية اذ كشفت الوثائق ايضا ان بن لادن كان مسؤولا عن الشبكة العالمية للقاعدة فقد ورد في الوثائق التي كتبت في اخر ايام اسامة انه كان على تواصل مباشر مع كل افرع التنظيم في العالم مثل القاعدة في بلاد المغرب والقاعدة في شبه جزيرة العرب الى جانب جماعة الشباب الصومالية وغيرها ممن اعلن الولاء للتنظيم الا ان بعض الوثائق تظهر ان بن لادن لم يكن دائما مسرورا بما تقوم به الفروع وانه اوعز في بعض الاحيان لاتباعه باخفاء ولائهم له معتبرا ان ذلك قد يحد من اتشارهم واخيرا ومن ابرز النقاط التي تشير الى اهمية كشف هذه البيانات هي الملفات التي تساعد على فهم دور القاعدة الحقيقي في العراق اذ تم كشف تاريخ جهود تنظيم القاعدة في العراق بدءا من الايام الاولى لابو مصعب الزرقاوي داخل البلاد قبل الحرب الى انشاء داعش في العراق وتعيين ابي بكر البغدادي رئيسا لها واخيرا ومما ذكر آنفا فان هذه المستندات ستساعد بشكل كبير في الرد على مئات الاسئلة التي لا تزال مطروحة حول قيادة القاعدة وقد تكون السبيل لكشف الكثير من حقائق كانت مبهمة سابقا عن علاقة القاعدة في العالم ونهجها الارهابي احييكم من جديد حذرت الامم المتحدة من ان سوء التغذية بين اطفال اللاجئين الروهينغا الذين فروا من بورما الى بنجلاديش ارتفع الى مستويات عالية باتت تمثل خطرا على حياتهم وقالت منظمة الامم المتحدة لطفولة يونسيف ان الارقام الاولية تظهر ان 7.5% من الاطفال في احد مخيمات كوكاس بازار المكتظة في بنجلاديش يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد يتفاقم الوضع الانساني في سوريا بالتزامن مع تراجع دور المنظمات الانسانية وهذا ما ينعك السلبا على الواقع الذي يعانيه المدنيون اذ تسبب اعتماد المدنيين على الابار الجوفية بخمس وفيات من الاطفال بسبب اختلاط مياه الشرب بشبكات الصرف الصحي نتابع التقرير التالي يرتاد اهالي قرية جوزف بجبل الزاوية في ريف ادلب هذه البئر للحصول على الماء فبعد توقف الابار الجوفية لم يبقى لابي محمد سبيل للماء سوى هذا المكان لكنه دفع الثمن غاليا فقد توفي ابنه البالغ من العمر خمسة اعوام بسبب تلوث مياه البئر في حادثة عجزة المشافي عن معالجتها خدنا على ادلب امشفى ادلب المحافظة نفس الحكي نفس اللي قالوا ان يابي بليون قالوا ان يابي ادلب انه اخي هذا ما هو سوء تغزيم بسبب هالمياه اللي عندنا بضها ونحن متل ما نكون شايفين عندنا عين اسري عم نشرب منها يعني من ايه من نجيب ما في عندنا غير على العين هاي خمس وفيات من بينهم الطفل محمد هي حصيلة تلوث المياه التي لا يجد اهالي جوزف بديلا للشرب عنها واذا بحثت عن الاسباب فهي ملموسة وظاهرة اذ تسبب قصف النظام للبنى التحتية ومن بينها الابارو السطحية باختلاط المياه الجوفية بشبكة الصرف الصحي ونتج عن ذلك ظهور حالات التسمم لدى الاطفال خاصة التلوث عننا نتيجته المجرور وطبيعة الارض لاننا معنى صخرنا عبارة عن ارض كت المي بتمشي فيها بسرعة المجرور نحن محصورين بالضيعة هل المجرور بدي بشي منها نضيعة من الخطة لا نستطيع أن نحاوله تفاقم الوضع الإنساني في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد باتجلية فحال أهالي جوزف يعكس معاناة منطقة بأكملها فلا الأهالي قادرون على حفر آبار صالحة للشرب ولا المنظمات أخذت حالهم بعين الاعتبار كانت هذه العين هي المصدر الرئيس للحصول على المياه في قرية جوزف أحدى قرى جبل الزاوية ولكنها وبعد تعرضها للتلوث وتسببها بخمس وفيات باتت اليوم لا تصلح إلا لاستعمالات محدودة ربما قد تكون خطرة أحمد أمين لأخبار لأ ريف أدلب روعة طفلة سورية من مدينة نوا في ريف درعة تعاني من عدم القدرة على الكلام منذ ولادتها الأمر الذي أثر سلبا في حياتها وتعاملها مع أسرتها وأقرانها من أطفال الحي حتى افتتح مركز ماسا للصم والبكم فكان بريقة أمل استطاعت من خلاله روعة وعشرات الأطفال التغلب على مشكلتهم هذه التفاصيل في تقرير براء عمر ترتسم البسمة على وجه أبي روعة وتغمر الفرحة فؤاده في الوقت الذي تلفظ ابنته كلماتها الأولى تتلعثم الفتاة البالغة من العمر عشر سنوات إلا أنها تنطق مجددا بعد معاناة طويلة لم تكن روعة قادرة على تجاوز مشكلتها مع تأخر النطق لو لا مساعدة هذا المركز المتخصص بالصم والبكم والتي حالت سابقا دون قدرتها على التأقلم مع أصدقائها في الحي أنا والد الطفلة روعة بنت سجنة بالمدرسة وكانت عاني من شغلات اقترابات كثيرة منها حالة اجتماعية مع الطلاب أو مع الأساس ما تفهم مش عليهم بالحارة عندنا يعني عندها عزلة عدم النطق تبحث صفة عندها عزلة وإحنا هون نجاريها بالبيت يعني نجعل هواها ما استفدنا إشي إلا أنه سمعنا مركز صحي لتعليم النطق وسجلت فيه ومن مدة شهر وجاي صار فيه عنده تحسن وصارت يعني جارينا بالبيت يعني يطلب منها غير الجي بتنحكي معها شلمة ترد علينا تفهم معنا كلمة نحنصر نفهم عليها الحمد لله احنا لاحظنا أنه فيه تحسن عندها بالحارة وبالبيت ونتمنى أنه ترجع تحكي بشكل نهائي كلام كامل روعة ليست لوحدها هنا حيث يقدم مركز التأهيل الخاص بإعاقات النطق والسمع في درعى جنوبي سوريا خدماته لأكثر من 60 طفلا وفتى وذلك من خلال إعطائهم دروسا في التعامل بالإشارة إضافة للشروح النصية وغيرها من الوسائل التعليمية والترفيهية التي من شأنها أن تقدم لهم الدعم النفسي والتربوي الحمد لله رغم التعب اللي بذلناه والجهد مع الأطفال دي والإحتياجات الخاصة احنا نشعر بالسعادة لأنه قدمنا الشي ما راح يكون هباء منثورة للأطفال الشي يستفادوا منه الشي راح يستفيدوا منه مستقبلا الحمد لله يساعدهم على الاندماج مع أقرانهم مع عائلتهم ما يحس هالطفل أنه منبوذ يوم من الأيام أو انطوايا عن هالمجتمع كما يطمح القائمون على هذا المركز إلى توسيع نشاطات عملهم في مناطق أخرى ليتمكنوا من تقديم الخدمات لأكبر عدد من هذه الفئة التي حرمتها الحرب الدائرة في سوريا من الدعم والمساعدة لتتغلب على الصعوبات في المجتمع براء عمر لأخبار الآن ريفو درعا في دور الأيتام قصص أطفال وأولاد يشقون الحياة بصعوبة يواجهون فراغا نفسيا وتربويا وعاطفيا فيقع على عاتق هذه الدور تقديم الرعاية والحنان والاهتمام لبناء إنسان صالح تفاصيل أوفا في تقرير مراسلتنا تريسي أبي أنطون من لبنان في دور الأيتام قصص أطفال وأولاد يشقون الحياة بصعوبة يواجهون فراغا نفسيا وعاطفيا وتربويا فيقع على عاتق هذه الدور تقديم الرعاية والحنان والعطفالهم لبناء إنسان صالح طفلة بعمر الشهرين وصلت جوسلين إلى دار للأيتام لكن في قصتها خير شهاد على دور دور الأيتام في بناء إنسان صالح جوسلين خبرنا نحن بأي أوضة هلأ نحن أول ما جيت لهم كان عمري سهرين دي غري فواطوني على هذه الأوضة وصرت نمها وبعدين لأي عمر ضلت بهذه الأوضة؟ تسعة سنين ضلتك نمي بتاخل صغير؟ أه كنت حبي يعني نمها لأنه كان فعلا بحب نمها لها الأوضة كتير حلوة وتاني شيء أنه كان أنه بحب أن نمها بتمامه هلأ متعرف عليها؟ جوسلين هي يتيمة الأم وفيما حكمت الظروف على الأب إرسالها إلى الدار ووجدت هناك ونالت ما تستحكه من رعاية وحنان الأم جوسلين وصلت لعندي بنت شهرين وحسنا منها أنا ورفيقتي وحتمينا فيها يعني مثل أولادي مثل أنا ولد من أولادي وبعد الحد قصة بميزة يعني ما كان كبير بقلبي وبعتبرها مثل بنت من بناتي يعني ما اطرقها عن بناتي أبدا وكان يعني بحاجة لحنين وبحاجة لأمت حتى مثل وكل مراحل حياتها يعني كانت عندي فبعدها بتقول لي ماما بعدها هي بنتي وهي بتقول لي ماما وأنا بقول لها بنتي يعني عندي بنات 2 صبايا أخويت بجرستنا منلحقها بأكلها بشربها بلبسها يعني كثير أثرت فينا كثير وبعد الحد إسا جوسلين يعني مش قد يتخلى عنه ولا نهار وعلى غرار جوسلين أطفال ينشأون في كنف الدار يعيشون عيشا كريما فيما للبعد النفسي أهمية قصوى ويدخل فيه الفن ليغذي روحهم ويشغلهم إيجابيا ويجعلهم متفائلين بالمستقبل يمكن أول يام تاني يام الولد بيفوت مزعوج بس بعدين بطريقة لهم بيحس رفقيته كلها حوالي المشرفات مثل أماتهم يعني ما عم بيعودوا يحسوا في بعض الأولاد بلا بيتأثروا لهم بيفوتوا أول أسبوع يعني أولا لازم الولد يتعلم الفن من جميعنا وحين كان الفن من مسرحيات أو خطب أو أشغال يدوية حتى ما يحسوا بروتين أنه كل يام مثل بعضه بيكون هالتنشاطات هاي دي بتساعدهم بعدين الرحلات التقافية كمان هاي بتساعدهم كتير وبتغير لهم أجواء ولا شك أن الأفتات المحسنين الكريمة تعزز من نشاطات هذه الدور وتضمن لها الاستدامة في تقديم هذه الخدمة الاجتماعية صحيح أن البعد النفسي في حياة اليتيم هو عامل أساس في بناء شخصياته وتقرير مصيره لكن الأهم هي المعاملة التي تتطلب حرصا في عدم شعوره بالنقص وعدم تحويل الحنان إلى شفقة أو الاستعادة عن الاهتمام بالهدايا لأخبار الآن تريسة أبي عنطون لبنان أحييكم من جديد مشاهدنا ونتحول وإياكم إلى مختلاتنا من الصحة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها مهرجان أسترالي يزرع شرائح ذكية في أيدي زواره بدلا من التذاكر جاء في تفاصيل الخبر تطوع عشرة من حاملي التذاكر في اي بي بمهرجان بوز بيست للتكنولوجيا والثقافة الذي سيعقد في ملبورن في ستورانيا العام المقبل للقيام بتجربة تقنية جديدة تعتمد على زراعة شرائح ذكية في أيديهم للتأكد من هويتهم والسماح لهم بدخول المهرجان بدلا من التذاكر التقليدية إلى صحيفة الأيام البحرانية التي اخترنا منها لكم حصل على بطاقة صفراء قبل صافرة البداية حصل لاعب في إحدى الدوريات الأسيوية على بطاقة صفراء بسبب تصرف لا أخلاقي قام به قبل انطلاق المباراة وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام اللاعب بضرب يد أحد الحكام الثانويين أثناء مصافحة اللاعبين للحكام وهو الأمر الذي أثار استهجان الحكم ودفعه لتوجيه بطاقة صفراء له قبل بداية المباراة واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية غضب فقتل ابنته انتقاما من ألمانيا أقدم رجل باكستاني يبلغ من العمر 33 عاما على قتل طفلته البالغة من العمر عامين فقط بعدما سيطر عليه الشعور بالغضب نتيجة رفض الحكومة الألمانية إعطائه تصريحا للجوء منذ عام 2012 صحيفة البيان الإماراتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم استدعاء الشرطة من أجل حبة كوسة استدعى رجل مسن الشرطة في مدينة ألمانية بعد أن عثر في حديقة منزله على جسم غريب اعتقد أنه قنبلة تعود إلى مخلفات الحرب العالمية الثانية وبعد أن هرعت الشرطة إلى منزل الرجل اتضح أن الجسم الغريب ليس إلا حبة كوسة عملاقة يبلغ طولها 40 سنتيمتر ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية عملات نقدية تحكي التاريخ الإسلامي في معرض في بيروت انتنق في العاصمة اللبنانية بيروت معرض المسكوكات الإسلامية الذي يجمع عددا من هوات جمعة طوابع والعملات النقدية التاريخية حول العالم ويشارك في هذا المعرض الثقافي والفني كثير من المهتمين بهذه الهواية من خلال عرض كتالوجات وألبومات فيها طوابعهم وعملاتهم الورقية والمعدنية المدهشة بأشكالها وألوانها وأحداثها المتعددة نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا استفى مئات الأشخاص حول العالم من عشاق الهواتف الذكية خارج متاجر أبل في استراليا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ليكونوا أول من تلامس أناميلهم هاتف آيفون 10 الجديد وسط توقعات بتجاوز الطلب على الكمية المطروحة لأغلى هاتف جوال تنتجه الشركة الأمريكية اتحققت شركة أبل في اليوم الأول من المبيعات زيادة بقيمة 4% في قيمة أسهمها ما يعني أنه قد ترتفع قيمة أبل السوقية إلى تريليون دولار بسبب آيفون X مزيد من التفاصيل حول جهاز أبل الجديد نتابعه مع الزميل أحمد الرحاوي يتميز الجهاز بتصميم يجمع بين الزجاج والصلب المقاوم للصدى ويقول محللون أن الطلب على هاتف آيفون الذي يبلغ سعره 999 دولارا يتجاوز بكثير الكمية المطروحة منه وفي الهاتف الجديد تم إلغاء خاصية بصمة الإصبع واستبدلت بخاصية التعرف على الوجه التي تشغل الهاتف بمساعدة كاميرا أمامية بالأشعة تحت الحمراء وتعمل الخاصية حتى إذا غير المستخدم مظهره فارتدى نظارة على سبيل المثال لكنها قد لا تعمل إذا أخفيت أو شوشت بعض الخصائص المميزة للوجه المحللون قالوا أن أبل أعطت إرشادا بأن نظام التعرف على الوجه يعمل بشكل أفضل عندما تكون المسافة بين الجهاز والوجه بين 25 إلى 50 سنتيمترا ووصفت أبل تصميم آيفون إكس بالجديد كليا تغطي شاشته الجزء الأمامي كله عدى جزء ضئيل به جهاز استشعار وعدسة الكاميرا الأمامية والماكريفون والسماعة إلى ذلك نشرت أبل نتائج أعمالها لربع الرابع من السنة المالية لعام 2017 حيث حققت الشركة إرادات ربع سنوية بقيمة 52 مليار و600 مليون دولار أي بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي وشكلت المبيعات الدولية 62% من غائدات الربع الرابع فيما أوضحت الشركة أنها تمكنت من بيع 46 مليون و700 ألف هاتف آيفون في هذا الربع أي بزيادة 2% على أساس سنوي وتوقعت الشركة تحقيقها إرادات تبلغ بين 84 و87 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2018 ورغم اصطفاف الألاف أمام متاجر أبل إلا أن عددا كبيرا منهم أصيب بصدمة بعد اقتناء هواتفهم الجديدة بعدما اكتشفوا إصابتها بخلل وعطن غير متوقع وعلقت شركة AT&T الأمريكية أحد مشغلي خدمات آيفون على تلك المشكلة مؤكدة أن عددا من المستخدمين فشلوا في تفعيل أجهزتهم ولكنها أشارت إلى أنه تم حل معظم المشاكل بوقت لاحق على الرغم من الضجة الكبيرة التي أحدثها إصدار هواتف آيفون الجديدة في الذكرة العاشرة على إطلاق أول هاتف آيفون إلا أن هذه الضجة لم تنعكس على حجم المبيعات العالمية فقد قالت وكالة S.A. لأبحاث السوق أن شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية تصدرت حصة السوق العالمي للهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الماضي وجاءت شركة أبل الأمريكية في المركز الثاني في حصة السوق العالمي على خلفية إطلاق أحدث هاتف لها آيفون 8 وآيفون X وتليها شركة هواوي الصينية 9.9% دقت دراسة حديثة قصة الخطر محذرة من تناول أكثر من زجاجتين من المشروبات الغازية المحلات أسبوعيا لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني في الوقت الذي ترفع فيه علبة واحدة خطر ارتفاع ضغط الدم في خبرنا الأخير عاش زوجان مسنان علاقة حب جمعتهما منذ المراهقة ودامت سبعين عاما وشاء القدر أن لا يعيش أحدا منهما دون الآخر لتوفي المسنان سويا في حديقة منزلهما في ويلز بالمملكة المتحدة خلال موجة الحرف الصيف بعد أن تعرض كل منهما لسقطة فتاكة بحسب تقرير التحقيق وتوفي الزوج عندما كان يرش مبيدا للأعشاب الضارة وكسرت عدة أضلع في جسمه وهرعت زوجته لإغاثته فسقطت بدورها سقطة قاتلة بساد دينيس في جنوب ويلز وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين القوات العراقية تسيطر على قضاء القائم الكامل وأفراد داعش يفرون إلى البوكمال مركز للصم والبوكم في سوريا يعيد الأمل لعشرات الأطفال وآيفون أكس يغزو الأسواق العالمية ومبيعاته قد تحقق لأبل تريليون دولار بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجهز الأنباء كونوا معنا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب وليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب وإن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تتردد أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر